انت شايف انه يعني ده طيب ايه بطلت بقى الرأس ليه بقى سعد اللي انت قلت انه الوسط. اه. ليه? الوسط ليه? يعني محمد سعد اللين بيه كان بيرقص. والقسات الشكوكه كان بيرقص. اه. واسمعين ما جاتش على غلبان انا اي حاجة ايه يقطعوا خلاص. فقلتلهم في الترفيزيون في الاعلام حاضر مش هرقص. بس في الافراح. اللي انا مش هنقولكم لفلكم. انا سعد اغني فرق ايه وحد فيكو زعلهم. يا واد تترقصي يا واد. في الوسط بتاعك يا واد. اقول لها ايدي بقى. الله اصلي بيقول في الاعلام كذا كذا كذا. نا بارقص. لكن بس ما ايجي مسلا حضرتك حد قيمة وبتاع. فمش عايز حد يقول لها كان محلو استاذ وقال عبراشي وبيرقص. لا يا عم مش هرقص. الموضوع مش هنا. الموضوع هنا. يعني لو عملت كده لو انت رقصت من اليوم مرة الموضوع هنا. طول ما انت هنا نيتك كويسة. ربنا يا كريمك اخر كرم وانسى. قبليك عمر دياب قبليك ده قبليك ده. قول يا ربنا. وتاجر مع ربنا. ابلكش صلي. اه. ابلكش صلي. انت فاكر كان في قبلي كده مع مع الا 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 استاذ هاني شاكر المطرب الكبير. اه طبع. وهو عند وجهة نص يعني بقول لنا ما احبش الرجل اللي يرقص يعني. وانا احترمت قلت قلت اه. طوله مين انت? لا. هنا يا استاذنا وتحت امر عليك. اه. وتحت امر عدك وما فيش فكرة. لما كون استاذ هاني متواجد في حتة. الرأي يقول لهو استاذ هاني طبعا بقى موجود في حفلات وافرح احنا موجودين فيها. اه. ليح طبعا. بص استاذ عادي. يعني بس برضو هقول لك برضو. تخيل لو استاذ هاني موجود فرح. احترموا برقصي. خلاص? هو بس يدور عينه كده. لان انا المسل. احنا هنقول له ده قريبا العريس والعروس احنا هنقول له. لان هم انا هم عارفوني بكده. هو انا عزقلت شكوكو لما كان برقص كانت ايه? ما كان برقص ده كان رابط بقى قال لك. ده بقول بحبك يا احمار. ماش كوكو قال لك شي احمار وده لك. وبعدين اغنية في درام في يعني في سياق الفيلم. مش هم عايزين ايه نصيبة ساعة الصغير. وسبحان الله. ربنا. ثم امي. ثم الخير اللي بنعمله. مش عارفه اه ساعة الصغير.